السلام عليكم اتمنى تكونوا بخير والاخير وفي اتم الصحة والعافية اليوم اجبت لكم مشروب سحري لتنحيف ونحت الجسم انت قلتها في بلاستوب ونحت الجسم بدل المشروب السحري الرائع اللي انا مجربة ومعتمد مشروب السحي 100% ما عندوش الجانب السيليبيديا او الادرار يعني اتاخدوا الكويس منو واكيد تشوفوا نتجه ديته ان شاء الله من بعد ثلاثة ام اربعين ما تحسوا بنتيجة ان شاء الله المذهلة والجد رائع سبب هاي الفيديو واكيد اعطيكم بعض النصائح باش تعرفوا علاش هاد المشروب غاضي وكيفاش غاضي نحتنا الجسم دينا اكيد كل شي هادا في الفيديو وفرجة ممساعة على بركة الله نبدو فيديو دينا هاد المشروب اللي غنصيبو متكون هادي ناخدو معلقة ديلة النافع كيف كتشوفو انا تحنتها النافع اللي كان عارفو كاملين دا بنوركم الصورة ديالتو خديت معي القام بتحونا ضفتليها مع الكس ديال الماء غليان الكيميال اللي غنشربو لها تكفيني طبيعة الحل صب هنحركم بهذه الطريقة ما عديش نغليو طبيعة الحل لان اللي غلينا كاس مشودو كزيو الطيارة دياله اللي احنا محتاجين لها هنغليو الماء كنضيفو لهاد النافع البودرها كامتحون ونخليه واحد المدة ديال الدقائق معدودة حتى كي يطلق لنا في الماء وديك الساعة كنشربوه بالنسبة الفوائد دياله انا عن طرق لكم وانشرح لكم بالتفاصيل المهم اهم فاذا بالنسبة لهاد النافع او الشمر كما سيقولون في اللغة العربية الفوسحى او اخوتنا العرب وكيحتوي على بعض زيوط طبيعية الطيارة المفيدة للجسم كتساعد على تسرحيه فو نحط الجسم كيعطي اشراق البشرة مني كنشربوه اكيد لان انا كنتخلصوا من ذلك السموم كيترض للغازة يعني الناس اللي عندهم انتفاق ديال المعدة وعندهم اللي غاز او القولون العصابي هذا المشروب السحري غادي ينفعهم اكيد بالمداوامة وبشوية ديال الصبر طبيعة الحال لان هاد المشروبه الطبيعيه وكيف كتسعرفوا ان النافع حاجة طبيعيه خصوصا الي كنا الي كنا اخذيناه بيوه غير معالج يعني فرق مين وحتي يكون معالج وحتي يكون بيوه ركو معارفين كيكون نقص من المواد الكيموية فهو كيساعدنا على الناس اللي عندهم مثلا الغازات او عندهم ليس القبض هكا وورا كتشربوها كيحاول كيسهل عملية الهضم وعملية الايض يعني الدخول الى الحميم اعزكم الله يعني بالطريقة كي نحاولوك ان انا كنقص الكيمية من الجسم ديانا ثاني حاجة واهم حاجة انه كي نقص الكوليستيرول اللي سيكون في الدم الناس اللي عندهم الكوليستيرول عالي لقدر الله في الدم شرب كأس ديال المنقوع ديال هاد النافع كي بقيت لكم انكم كتتحنوا وكتغدوا معلقة هكا كتتحنوها وكتخلطها مع المهاكا غالين كتشربوها انا كنفضل ديما بحال هاد الاشابة وهاد الحبوب العطرية او الحبوب اللي كنستعملون في العيين انه كيتخلص من الكوليستيرول اللي في الدم يعني الناس اللي يستلين لهم الكوليستيرول عالي من المنصوح انها مشتربو هاد المنقوع كدر مع المدومة هاد يحسو فرق كبير بناتلك اللي عندهم بغي يحفظوا الوزن ديال من الحمد للناده بوصيص واحد الوزن الميتالي وبغيت نحفظ على الوزن ديال ما بغيش لنزيل ننقص لاني ننقص هاد ينزيل نضعف بزيب و هاد ينولي تحت المعدل ديال الابوائي ديال اوزعم الوزن الميتالي كنشربنا هاد المنقوع اكتلكم بين الوجابات انا كنفضل نشربوه مرة بصباح ومرة بالليل طبيعة الحل ببعض الاخرعي انها مائدة مليانة باش يهضم لنا مشانشربوه مائدة فارغة قدر يدرني لا قدر الله قدريكم انه كينحط الجزم طبيعة الحل لانك انتي قلصة في فراشك كي تخليك الجزم كيتحرك الدورة الدموية اللاس اللي عندهم الامسك كي يحيد لهم هاداك الشي اللي عندهم في المعدة ديالتهم كي ينزلوه بطبيعة الحل في دورة المياه وبهات طريقة كيتخلصهم من دك السموم واتراكمة الجزم كذلك هاداك الاحتيباس ديال المل لكل هادوما العوامل لك تعطينا وزن فوق الميزان طبيعة الحل مع شوي ديال الرياضة وشوي ديال الحركة لا مانع وبالعكس انا كنشدد بالحركة وبالرياضة باش انا المسن ديالنا يتشد لنا وميبقى شدك تراهولات وطبيعة الحل نحواج لك نسميه في المياه بيو واخذينا من بلاصها كبيو نشربوهم طبيعة الحل الى ما قرأتوش شربوه كمان قوي يمكن لكم تضيفوه مثلا في الخباز او تضيفوه فوقه شي حاجة بحلا كفل شي كيكا او شي حاجة را كيزيدي بالعكس كيزيدي عزيز لكم انكم تستفدو منه كتر وكتر وكتر المهم ان اذكرت لكم اهم الحويج اللي كيساعدوا في التخصيص بالنسبة للمرأة اللي بغى تتحافظ على الجسم ديالها وبغى تحطلها لجسم ممشوق وراشيق ان شاء الله بها الطريقة انكم تشربوا النافع منقوع ديال النافع في المدافي كده رادي ساعدكم ملابودو طبيعات الحال تجدو تديرو معي القادية العسل الطبيعي طبيعات الحال اللي كان ما كتبغوش دوك لزان فيزيوم بسوسين تديرو مع القادية العسل الطبيعي بس كتجدو تعزو القيمة الغذائية دياله طبيعات الحال وكذلك المداقي يزي مداقي زوين يعني كتستسيرو في الفم ديالكم كيجيكم بلين ومهدو ما مجمل المنافع بالنسبة للناس اللي بغوا يضعفوه او حافظوه الوزن الميتالي ديالهم هدو بالنسبة للريجيمة وكذلك عنده منافع كثيرة واخرى كان بوش انطلق لها لانه ماشي موضوع ديالنا ولكن ما شاء الله هو كل ما شربتوه اكيد صحي للناس اللي بغوا يتبعوا الحمية للناس اللي مراد عندهم القول العصابي للناس اللي عندهم ضغط الدم او السكري مهم بعد الحال اكيد دران الناس باستشارة ديال الطبيب حال المرأة الحامل يمكن لا تشرب حال الاعشاب لانه اكيد خطر يقدر يشكل خطر ماشي هو خطر يقدر يشكل خطر على الجانين إلا كنت كتشربوه بشكل هكا غيجوليع يعني كتشربوه بزا في المرات وما اللي شربوه مره 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 ماشي مشكل ومن المستحسن بأن المرأة الحاملة بغضعف حتى ان شاء الله تولد عد وتولد وتردع ديك الساعة ومبعد عد باش تتابع ريجيم وحيمية ومهدو ما مجملة نصائح اللي كتعلق بالنافع او شو ما او النافع كيف سنقولو احنا بالدريجة المغربية اللي كنستعملو احنا في الزميطة وفرمضان اكثرية وما كرناش كل العام كامل خصنا نشربوه خصنا نشربوه او نتناولوه مره طريقة سهلة كيف كتشوفوه غير مكلفة نسمنا نجربو هدو الوصفة وكونوا اكيدين بالتباع ديالها اكيد غاد يتعاونكم بطبيعة الحل بتنسبة كبيرة هدوة مجمل الفيديو ونصائح ديالوغة نخلي لكم طبيعة الحل الترجمة بالنسبة لاخواتي كيفو الترجمة بعض الكلمة سبل لغة العربية نقول لكم صلاة وفرس وملا اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة